17 مسؤولاً وشخصية سورية تم إدراج أسمائها في لائحة عقوبات الجامعة العربية بتوصية من اللجنة الفنية التنفيذية الخاصة بسوريا لائحة تشمل مسؤولين أمنيين وأقرباء للرئيس السوري بشار الأسد على رأسهم شقيق الرئيس السوري قائد الفرقة العسكرية الرابعة العميد ماهر الأسد والمشرف العسكري على العملية العسكرية لقمع المظاهرات الشعبية رجل الأعمال رامي مخلوف وابن خالي الرئيس السوري وأحد أركان النظام الاقتصادي والمتهم بأنه أبرز ممولي العمليات العسكرية إضافة إلى وزير الدفاع العماد داود راشحة بحكم منصبه ووزير الداخلية محمد الشعار ومن ضمن الأسماء أيضاً نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الأمنية وزوج شقيقة الرئيس السوري اللواء آصف شوكت ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في ريف دمشق اللواء رستم غزالة إضافة إلى مدير إدارة المخابرات الجوية اللواء جميل حسن ورئيس شعبة الأمن العسكري اللواء عبد الفتاح قدسي ومدير فرع في إدارة المخابرات العقيد حافظ مخلوف ورئيس الأمن الرئاسي ذو الهم شاليش المدير السابق للأمن السياسي في درع عاطف نجيب وعضو اللجنة المركزية لحسب البعث أيمن جابر وأبناء عم الرئيس منذر جميل الأسد وفواز جميل الأسد الذين يعتبرون من قادة الشبيحة والمسؤول في جهاز الأمن محمد جابر وتشمل العقوبات المنع من السفر إلى الدول العربية إضافة إلى تجميد أرصيدتهم ومن المقرر أن تعرض هذه اللائحة التي أعادتها اللجنة الفنية على طاولة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي تعقد السبت في الدوحة هاني زيادة العربية